بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أحببت اليوم أن أتأمل معكم هذه المجرة من موقع ناشونال جيوغرافيك الحقيقة أيها الأحبة وفي الأرض آيات للموقنين في الكون آيات الله تبارك وتعالى وضع في الكون آيات كثيرة جدا عندما يتأملها المؤمن يجب أن يعود إلى الخالق عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام جعله الله يتأمل الكون يتفكر في الكون قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين هذه المجرة أيها الأحبة موجودة هنا انظروا إلى هذا الإبداع الإلهي سبحان الله يعني شيء إبداع عجيب الخالق عز وجل يبدع في تصميم هذه المجرة التي تبلغ شدة إضاءتها أكثر من أربعمائة مليار شمس أنا تصورت أربعمائة مليون الحقيقة أربعمائة مليار شمس يعني لو وضعنا مثل شمسنا أربعمائة مليار يعني أربعمائة ألف مليون المليار واحد بجانبه تسعة أصفار يعني ألف مليون المليار ألف مليون أربعمائة ألف مليون شمس كشمسنا لو وضعت ورصت لأعطت إضاءة تساوي إضاءة هذه المجرة انظروا مع العالم أنها أصغر هذه المجرة سومبريرو مع أنها أصغر من مجرتنا على فكرة انظروا كيف أنها النجوم تدور وتسبح حول مركز المجرة على شكل قرص جميل جدا الحقيقة أيها الأحبة هذه المجرة يقول العلماء إنها تبعد عنها بحدود 31.1 مليون سنة ضوئية إذن هي بعيدة جدا السنة الضوئية طبعا قلنا ما يقطعه الضوء في سنة كاملة إذا سار بسرعة تقترب من 300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة طبعا هذه المجرة قلنا أقل من مجرتنا يعني تبلغ تقريبا من ربع إلى ثلث حجم مجرتنا مجرة درب التبانة مجرة عملاقة بالنسبة لها طبعا المركز مركز المجرة يبدو منتفخا كما نرى هنا لأن لدينا النجوم هنا تصطف أيها الأحبة وتدور أنظروا هذه النجوم كيف تدور تدور وتصطف وتسبح هذا يذكرني بقول الله تبارك وتعالى وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون سبحان الله هذه المجرة فيها غبار فيها دخان كوني فيها ثقوب سوداء فيها نجوم طارقة التي أنبأ عنها القرآن عندما قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فيها دخان كوني فيها سحب عملاقة من الدخان الكوني طيب أنا أريد أن أتساءل أيها الأحبة كيف جاءت هذه المجرة طبعا العلماء للأسف يقولون هو تطور عشوائي انفجار كوني حدث فجأة فأنتج هذا الجمال هذا الإبداع طيب نحن الآن يعني لو نظرنا لو نظرنا الآن أيها الأحبة إلى هذه المجرة بشكل بسيط جدا فقط لو نظرنا إلى هذا القرص الرائع طريقة رص النجوم وحركتها وجريانها حول المركز بنظام بديع كل نجم حتى يدور أو كل شمس من هذه الشموس حتى تدور دورة كاملة حول مركز المجرة هنا المركز في الوسط المنتفخ هنا حتى يدور دورة كاملة يحتاج إلى عشرات الملايين من السنوات الضوئية وربما أكثر أو من السنين عفوا يحتاج إلى عشرات الملايين من السنين لأن السنة الضوئية واحدة لقياس المسافة وليس لقياس الزمن انتبهوا أيها الأحبة عندما نقول سنة ضوئية يعني عشر تريليون كيلومتر هي واحدة لقياس المسافة ليس لها علاقة بالزمن النجم هنا يدور دورة كاملة كل يعني عشرات الملايين من السنوات الضوئية من السنوات العادية يعني يحتاجها النجم ليدور حول مركز هذه المجرة ويدور ثم يعود ويسبح هكذا يسبح يجري تماما مثل حركة الشمس طيب أنا أتساءل أيها الأحبة يعني يعني الطبيعة العشوائية المصادفة كيف صنعت هذا النظام كيف رصت هذه النجوم بهذه الدقة بحيث أنه أن هذه النجوم لا تنفلت لا تهرب لأن لو كان هناك هروب للنجوم عبر مليارات السنين كوننا عمره أكثر من 13 مليار سنة لدمر الكون بالكامل لو كان هناك عشوائية هذا النظام الدقيق هذا الإمساك من الذي يمسك هذه النجوم ضمن هذه المجرة بل من الذي يمسك هذه المجرات في الكون اقرأوا معي هذه الآية أيها الأحبة التي تتحدث عن إمساك الله للكون للسماء بطريقة رائعة جدا الله عز وجل وضع قوانين قال تبارك وتعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم تصوروا جزء من هذه المجرة لو انفلت واصطدم بالأرض سيفني الأرض منذ ملايين السنين لن نكون موجودين هنا الآن إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا الله تعالى وضع في الكون أمواج من الجاذبية تربط أجزاء الكون وتمسكه فلا يفلت منها هذه الأمواج غير مرئية لذلك الله سبحانه وتعالى ذكرنا ذات مرة هناك هناك آية عظيمة جدا يتحدث الله فيها عن الأعمدة أعمدة في السماء غير مرئية الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الأعمدة موجودة ولكن غير مرئية بالنسبة لنا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وكلمة رفع هنا بمعنى أنه نظم أجزاء السماء وأجزاء الكون وأبعدها عن بعضها فلا تحدث هذه التصادمات المدمرة ولا يزول هذا الكون ولا يحدث أي خلل عبر مليارات السنين ينبغي علينا أيها الأحبة إذا أردنا أن نفكر بشكل علمي ومنطقي أن نعتقد أن هناك من ينظم هذا الأمر هناك من يدبر الأمر يدبر أمر هذه المجرة وغيرها لذلك الله تبارك وتعالى قال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري إشارة إلى الحركة الدقيقة لأن نجوم ومنها الشمس الحركة الجريانية هكذا هذه النجوم أيها الأحبة التي رأيناها في هذه المجرة لا تتحرك عشوائيا بل تتحرك حركة جريانية يعني للأعلى والأسفل للأعلى والأسفل هكذا مثل جريان الخيل ومثل جريان الأمواج في البحار كل يجري انظروا إلى الدقة يجري لم يقل يدور يسير كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لماذا كل هذه الآيات أيها الأحبة استمعوا معي لعلكم بلقاء ربكم توقنون والله هذا الإله رحيم وضع كل هذه الآيات وكل هذا النظام الدقيق من أجل أن يقنعك أيها الإنسان التافه الذي لا تساوي شيئا قياسا لهذا الكون ليس لك أي قيمة الله وضع لك كل هذه الآيات ليقنعك بلقائه سبحان الله والله أنا أخجل من الله سبحانه وتعالى عندما عندما يعني نحن لم لم نقدر هذا الالى حق قدره وما قدر الله حق قدره كل هذه الآيات أمواج الجاذبية حدثنا عنها بغير عمد ترونها حدثنا عن طريقة أو المسار الذي تسلكه الشمس والنجوم كل يجري لأجل مسمى يجري الجريان أيها الأحباء الجريان لا يكون هكذا يكون صعودا وهبوطا مثل موج قال تعالى في آية أخرى وهي تجري بهم في موج كالجبال في قصة سيدنا نوح عليه السلام كل هذا دبر الأمر وفصل لنا الآيات ووضع هذه الحقائق في الكون وفي الطبيعة وفي الحياة لعلكم بلقاء ربكم توقنون ثم بعد هذه الآيات يأتي ملحد يقول لك أنا لا أقتنع بوجود الله سبحان الله والله إن هؤلاء الملاحدة مساكين مساكين إذا لم يلحقوا أنفسهم ويتوبوا إلى الله فالمصير سيكون أسود سيكون مصير مرعب اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق انظروا إلى مواقع الملحدين كيف يقولون على الله غير الحق كيف ينكرون آيات الله ينكرون معجزات القرآن مع وضوحها وضوحها الشديد اليوم تجزون عذاب الهون الهون يعني الذل عذاب فيه ذل وإهانة بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون عندما كنا ندعوكم إلى الإيمان تجد الملحد يستكبر يقول لك أنا أريد أن أتبع الحضارة أتبع العلم أتبع الغرب وهو طبعا لا يتبع العلم لأن من أراد أن يتبع العلم يجب أن يقر بوجود صانع حكيم عليم لهذه المجرات وغيرها لهذا الكون يدبر الأمر سبحانه وتعالى يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وأختم بقوله تبارك وتعالى عندما خاطبنا خاطب الناس جميعا قل انظروا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وما تغني الآيات والنذر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أمر من الله أن ننظر هذه الحلقة أيها الأحبة ليست حب الطلاع على فكرة وأنا لم أجلس هنا لأعطيكم معلومة هذا التنفيذ لأمر إلهي تنفيذ لأمر أمرنا الله قال قل انظروا والنظر هنا نظر تأمل وتفكر ودراسة وتدبر ويقين وليس مجرد أن ننظر هكذا لا نظر دراسة وتأمل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر